قبل أقل من أسبوعين من موعد الانتخابات تشتد معركة استطلاعات الرأي العشرات من استطلاعات الرأي ظلت تتناسل قبل فترة طويلة من موعد الانتخابات استطلاعات أثبتت التجارب أنها ليست حتمية وأكبر دليل على ذلك هو ما حدث في انتخابات 2016 عندما توقعت غالبية الاستطلاعات فوز مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون لكن المرشح الجمهوري دونالد ترامب فجأ الجميع حينها وفاز بالانتخابات مشاكل عديدة قد تؤثر على دقة استطلاعات الرأي من بينها حسب موقع بوستن جلوب زيادة عدد المؤسسات التي تجري استطلاعات للرأي والتي تعتمد على منهجيات مختلفة كما أن بعضها قد يكون مسيسا هناك أيضا هيمنة الهواتف المحمولة وتقنيات تحديد هوية المتصلين والتي أدت إلى انخفاض حاد في معدل الرد على الاتصالات ما يمنع مراكز استطلاع الرأي من الوصول إلى فئات معينة ترجمة نانسي قنقر